أكثر من نصف قرن مضى على اندلاع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة ولتزال الثورة ثائرة ولتزال هدفا لبناتق أعدائها وحقدهم بقدر إنجازها العظيم في التغيير ودحر النظام الكهنوتي البغيض وبقدر الضوء الذي سطع بفضلها في سماء اليمن واجهت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ولا تزال تحديات كبيرة ومؤامرات لا تخطر على بال من رحم هذه الأرض المعذبة ولد أبطال سبتمبر وقادتها وعلى رأسهم القائد علي عبد المغني وعلى بركة الله مضوا في خط التغيير يخشاهم بحر من الظلام ويحيط بهم سياج حديدي من التخلف ويتربص بهم الجهل واتصل نظار اليمنيين بكفاح إخوة لهم قادموا من مصر بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر يحدهم الأمل في إنقاذ شعب شارف على الهلاك وطواه النسيان في زمن تتقد فيه شعلة الحضارة الإنسانية وتتسارع فيه خطة تغيير إلى حد لا يمكن وصفه كانت تضحية هؤلاء الأبطال وتضحيات أشقائهم المصريين بحجم الثورة فبذلوا الغالية والنفيس لإنجازها والانتصار لها فالسشد من السشد وضح البعض بكل ما لديه حتى بدى لهم أن الثورة قد انتصرت وأن الأجيال اليمنية الجديدة ستحرسها دون خوف لكن التحديات بقيت قائمة منذ أن قرر المؤثرون الإقليميون إنهاء تدخلهم ووضع حد للحرب ورعاية مصالحة بين فريقين لا يلتقيان على أرضية واحدة كانت هذه المصالحة هي حصان طروادة الذي امتطاه أعداء الثورة لينفذوا من خلاله إلى قلب نظامها الجمهوري مشى هؤلاء في خط تدمير الثورة وإفراغ النظام الجمهوري من محتوى مستغلين الفرصة التي أتيحت لهم عن قصد ومكنتهم من مفاصل الدولة ومستفيدين أيضا من الحصة السخية التي أعطيت لهم في كل الحكومات التي تشكلت في عهد المخلوع صالح إلى جانب استحواذهم شبه الكامل على مؤسسة القضاء لم يتردد أعداء الثورة في إنفاذ مخططهم وبلوغ هدفهم النهائي وهكذا قرروا في لحظة سانحة طي صفحة الثورة لكن باسم الثورة وبأدوات الدولة وبإسناد من ادعوا طيلة الفترة الماضية أنهم ناضلوا في ساحتها قبل أن يسلموها لقمة سائغة إلى إمام أكثر لؤما وبشاعة وقبحا ما حدث في 21 سبتمبر 2014 الأسود أعطى لثورة الحادي عشر من فبراير 2011 بعدا إضافيا باعتبارها حالة السنهاض جديدة لروح الشعب اليمني بعد أن تورط نظام المخلوع صالح في تبديد تركة الثورة وفي محاولة إنتاج نظام وراثي تحت مظلة الجمهورية لا ريب إذن في أن نرى هذا اليقين الراسخ في وعي اليمنيين وهم يستحضرون سبتمبر إلى قلب ثورتهم الجديدة ويرفعونها لواء خفاقا في سماء المعركة التي يخوضونها اليوم لاستعادة الجمهورية والوحدة ولهزيمة الثورة المضادة المحبوكة بذات الأدوات والمسنودة بذات الإرادات المشوهة المثقلة بالأحقاد على اليمن إنسانا وحضارة اشتركوا في القناة